اشتركوا في القناة بتعزز بشكل كبير قدرة الدماغ عند الشخص او الطفل دراست رياضيات غذاء للعقل طبعا الاشكال والارقام بتشجع الفرد على تطوير مهارات الدماغ وبتعزز التفكير للدماغ كمان دراست رياضيات هي نقطة انطلاق لزيادة الذكاء العام ومع الممارسات المنتظمة بامكان تحسين الانشطة الاكاديمية عند الطلاب كمان دراست رياضيات بتفيد في تنشيط العقل حتى يظل العقل نشط على طول وعندنا اليوم موقع مهم جدا وموقع كثير سهل ومجاني وهو موقع aplusclick.org طبعا موقع بيحتوي على مسائل ومسابقات في كل تخصصات رياضيات تقريبا ولكل المراحل الدراسية طبعا بيساعد على تطوير وتنمية مهارات العقل عند الاطفال والبالغين زي ما انتوا شايفين احنا داخلين على صفحة الجوجل كروم وهذا اسم الموقع aplusclick.org راح تركيلكوا رابط الموقع في صندوق الوصف زي ما تعودنا دايما طبعا الموقع مجاني وبيحتوي تقريبا على 16 الف سؤال تحدي مع الاجابات اللي الطلاب من الصف الاول اللي هو grade 1 حتى الصف الثالث الثانوي grade 12 طبعا بيحتوي على الاسئلين من البسيط جدا وحتى الصعب وبركز على المشكلات وبساعد على الفهم والحل وتطوير العقل طبعا نيجى مثلا على grade 1 على السؤال الاول how many numbers are there طبعا بده كم رقم في الصورة هنا عندنا الاجابات اختار الاجابة الصحيحة طبعا كمان بعطينا العمر انه زائد ستة كمان بتقدر تستمع اه للسؤال ومن خلال بتقدر بقدر الطالب اه يتعلم انجليزي برضو بيعطيك الصيغة الصحيحة على السؤال نستمع لها how many numbers are there how many numbers are there بتختار عندنا 12 رقم لا اي خطأ عفوا that was a tough one هيعطانا التحليل تحليل السؤال بنيجي هون للسؤال التالي ونكمل من السهل الى الصعب كمان اتغلبنا في اللغة الانجليزية بنا نترجمها للعربي بنضغط على اي مكان فاضي write click translate to Arabic حاولنا السؤال للعربي الان بنطلع بنيجي عندك مثلا في الجبر عندك الهندسة عندك الرياضية التطبيقية نختار مثلا الجبر بنختار اول سؤال how many circles must you add to sixteen circles to make twenty circles بده كم دائرة حتى تكمل على رقم عشرين نفس العملية بنختار الاجابة الصحيحة من هون عندنا ستاش يعني بدنا اربع حتى نكمل على عشرين اعطانا الاجابة الصحيحة وبنكمل للسؤال التالي وهكذا نطلع طبعا معروف انه الرياضيات وخاصة الحسابات الذهنية بتعزز بشكل كبير قدرة الدماغ فدراسة الرياضيات غذاء للعقل والاشكال والارقام بتشجع الفرد على تطوير مهارات الدماغ وتعزيز التفكير للدماغ وهيك انتهينا من درس اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا طبعا درس مهمة كثير للاطفال وللبالغين بتمنى ينال اعجابكم هذا الشرح وبتمنى تدعمونا بلايك واشتراك للقناة حتى نستمر في تقديم الاشياء المفيدة للمجتمع وشاكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته